أهلاً يا حرد، مزاكاً بصلاح؟ شكلك لسا جاي من هناك على طول جيت لجل يا بتعالي قولي قلت العنطر اللي اتفقنا عليه بالحرف الواحد وكان ايه رد فعله؟ اتخض وبلم ووش وصفر وبقت حالته حالة بس عرفت حقيقة الدين معلومة ما قدرتش هروعك لما اجول هلك الاول ايه معلومة ايه؟ عنطر ورشوان وعزام اتضح ان هم مجرد واجه الناس تانية كبار وما يقدرش ياخده اي خطوة مغير ما يرجعوله عدلي؟ لا عدلي ده اتضح ان هو مجرد مرسال جبنهم وبالناس الكبار دول اه يبقى المسألة زي ما انا قلتلك لعالم كبير ولو اسياد وملوكه والاسياد دول ما يحبش يظهروا في الوجه خصوصاً في لعبة خاطرة زي دي الحكاية كده ابتدت تقلق عم صلاح انت ايه إلقك؟ في الاول كنا بنلعب قدام ناس عارفينهم مظهرين قدام عينينا عنتر ورشوان وعزام دول خلاص انا عارفهم وفاهمهم وحافظهم وقدر اقامل نفسي منهم لكن اركب بقى على الناس الكبارة اللي ظهروا قدامنا فجأة دول هتقي شرقهم ازاي عم صلاحهم؟ دي ناس اللي عارفينهم ولا اللي قدر نوصل لهم وفي نفس الوقت مضطرين نلعب معاهم انت اصلك ما شفتش عنتر كان بيتكلم عنهم وكان عامل ازاي؟ ده كان مرعوبة جدعة واحد يقول للناس الكبارة اللي ما برحموش اللي مش عارف ايه اللي ابصر ايه؟ وكلام كده يا رأى؟ وبعدين بني وبينك ده نفس الكيكة تطلع في العالي مش روح ايه اللي تطلع في العالي وقابل وكي كاريه؟ شف يا حربينه طول ما البضاعة تحت ايديك انت في امان والناس اللي انتخات منهم دول هم اللي هيحموك لانك بيت غالي عقدهم اوي يا حرب بملايين بتامن البضاعة لتحت ايدك هترخص في نفسك يا حرب شكلك كده واثق انهم ايوافوا على طالباتنا ما عندهمش حل تاني بحب فيك ثقتك في نفسك ايه ده؟ مالي بتنصل بيه؟ دوني ايه دوني ايه؟ طب وانت فين دلوقتي؟ طب اقفل انا جاي حالا في ايه يا حرب؟ زيل خطب دعاء من قدام بيت دوني ومش احبير كده وراح فين ماذا؟ 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 عملتي كده لها ضحاء ماذا؟ نصيب نصيب بتسيبي أهلك وحدتك وتبقى نفسك وتقوليلي نصيب بتضحكي علي وتقوليلي انك شغالها في مستشفى وانت شغالها في كبارية وتقوليلي نصيب بتتعري وبتهزي قدام الرجالك وتقوليلي نصيب نصيب يا زين يا زين انت هو أكثر واحد يا زين تحسس بي أنا زيادمت وأنا عجلة صغيرة فتحت عناي على أبرط أب شغالتني عندها أقلب من الخبابي ويوم عودي شاد رامتني في الشوارع لكلاب الساكك عشان بس أجب لها فلوس طلطمت من شغلانة لشغلات لحد مارسي بيا لحد في الكافيتاريا اللي انت عارف كويس هوي اللي جرالي فيها والكافيتاريا لأبوضايا اللي جات مرة أبويا حتباني ليه بترغل فلوس كنت حيز نعمل يا زين أرضه وان أخير لكل ده كان لازم أمشي كان لازم أهرب نتجوز بلا اللي كانوا حيعيشوني فيه ده كنتش قد بحال تاني خر دنيا أيوه دنيا هي كانت الحال الوحيد لكل اللي أنا فيه تقومت تشتغل في كبارية كبارية دعاء ده أنا طول عمري بقول البت دي بمية راجل شافت قد ما شافت وقاست زي ما قاست بس عمرها ما باعد ولا فرطت ولا اللي باحت ولا فرطت برضو يا زين وما اللي أنا شافته في الكبارية ده كان إيه؟ أحلام ده أي وقت ما قلت علي زي ما أنت عايز بس في حاجة واحدة بس لازم تبقى عرفها كويس أول الكبارية زيه زي أي حتى تاني في الكبارية كان فيه ناس عايزين إن هنشوف لحمي وفي الكبارية برضو كان فيه ناس عايزين إن هنشوف لحمي كل واحد يا زين والفقر وحش الفقر بيزل ورا زلت كتير قوي يا زين قوي طب ليه كدبت علي يا أولتي إنك شغلة في مستشفى انت بالذات مكنتش هقدر أقولك انت مش حارف انت عندي إيه يا زين انت عمرك ما حتقدرت أحسس الأحسس اللي أنا حسيته النهاردة لما لقيتك بتبص لي في الكبارية وأنا برقص حسيت كأني سكينة وتغلزت في قلبي كان أهول علي إن أنا موت ومشوفش المستيفة عنيك سداي وتأبني من الله دونيا دي أنا شوفت فيها كتير قوي قوي وبدو عدلت فيها كتير بس كنت دايما مصلي بطولي عمري ما تكسرت نهاردة بس نهاردة بس حسيت إن أنا قسرت ماشو علي كنا ليكسارك يا زين حتى لو كنت أنا بل أهمل علي إن أنا موت قبل ما أشوف يوم زينها تسر ليكسمو بموت تصر عليك ما parse في حاجي كنت عايزة القملك من زينها أعرفيهم يا زين أعرفيهم بس أنني مش عايزة أسمعها دلوقتي أسمعها ليهمة بك أنت وأنا قده وحد ما ييجي لهم ده دعا انت زي ما انت وانا حفظا زي ما انا وكباري وانا قلت لك يا زين ان الكباري ما يفرقش اي حاجة عن اي حدة تانية بس اسدق اننا دلوقتي متطمنا اكتر متطمنا عشان حسن لنا لو لو قرر لي حاجة حتى وراي رجل شحبه جدا هيا رفيق بالحق كويس اوي من كده انا حيبقى اسمو زين زين لعشقر انا بس كل اهم ان انا هتطمن عليك يا دعا هتتطمن هتتطمن علي اكتر يوم ما تيجي تاخدني تخلصني من كل الهم الا لا شايف هذا انا ما يحصل وحياتك انت لا يحصل هو رايب او كمان يا سلام يعني ايه ما بيردش قلتلك كلمة اكتر بنعشين مرة تليفونه مقفول يا اخو في حربي ليكون عمل فيها حاجة لا متخفيف هو هزين صحيح دماغه ضربه وبيهيك زي الطور لكن طيب وقلب ابيض مش يعمل فيها حاجة لا مش هتهون علي يا بختاه لقتل ما تهونش علي تدروا البيع علي انا بقيت بهون عليك قوي يا حربي ايه الكلام الفرغ اللي بتقولي ده يا بيت يا اخوية بقولك شاخت فيا وزيني وقعني على الارض وانت مش فارقة معي يا خرابي عليك يا نسواني يا خرابي عايزين جنازة وتشبعه فيها لط شفت ازاي بقى؟ مش فارقة معاك ازاي يا بيبي؟ عيبة دوندو اللي تقوليه ده انت بتعافيش غرمتك عندي ولا ايه؟ طب تصدقتوا مني بالله لو حد تاني غير زين كنت أسامته نفسيا لكن زين يعني زين مننا وعلينا بس ليك علي يبقى فيه بيني وبينه كلمتين كده بس على المفراط اه منك انت مباخدش منك لحق ولا باطل وعارفة انك بتضحك علي وبتسجدني بس مش عارفة لي بس اصدقك طب بقوليك يا دوندو اوكي مش البت انا برضو فيما يزخناك ايه؟ عايز تستحمى؟ عايز كوباية شاي قبل معا منك ولا مباخدش منك حاجة ابدا اوامر وطلبته بس علي النعمة حبيبة يا دوندو بس ميلا بقولك ايه؟ اه؟ بالمناسبة يعني في ايه بينكو بين عزام وعنطر بتسألي ليه؟ اصلي سمعت ليه لعزام بيقولي عنطر انه مستني بس الظروف تخلص وساعتها هيشوف شغله معاكم هو قال كده؟ وقال كمال انه مش هيعدها لكم هو كان بيتكلم عن ايه يا حرمي تاخديش في بالك ده كلام في الهو لا مش عزام اللي اتقال عليه كده جاسماوي عامل زي الجمل يشيل يشيل وضربته والقابل ده شكلهم هم دعا مدعي دعلي يا باتي كليسا الحمد الله إلا انتعمت وتازفت مش هو قد التوكلام ده دلوقتي يا حربي طب يا جماعة ورسنا هتطمين عليكم بالإذن احنا بقى طب أشي شووا بعدينا عذون يا ماشي يا حربي بس سب اسأل علي حاضر سلامة دعائة همضيلي على سلامتك يلا 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 قولي كيبرة يا دعائة عمل في كي الودة الله ما ترد يا مت انت مش هتبطل الجنين بتاعك ده زين وهو انت لو كنت قسرت دنيا عن دعاة من الاول ما كانش كل ده حصل مش انت اللي جبتها ورجعتها لدنيا بنفسك عايز نعمل لك ايه يا رميها في الشارع ولا قديها لعيشها ولا سربها زي القطط طب اركب اركب فلنتك الكحر دي اركب ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا عنطر الودة اكيد تتجنل انا قلتلكم من الاول الودة اللي اسمه حربي ده يا واد مستهل وبصص لفوق قوي قلونا في اللي احنا فيه هنقمليه دلوقت عادي جدا الودة اللي اسمه حربي ده انا هجيبه وهعلقه من رجليه والصاحب اللي اسمه زيني وهقطع من جتاتهم حتت لغاية ما يقروا واعترفوا ويقولوا بو ضع راحت فيه وان ما جلوش في الحالة دي بقى يبقى هم اللي جابوا لنافسيهم اخلص منهم وبكده ابقى خلصت عليهم يا سلام والخمسة وعشرين مليون جنيه اللي ضاع علينا هتجيبهم منين بعد ما تخلص عليهم اهو اهو ده بقى عنطر اللي انا كنت خاف منه ان الوقت ده ياكل عقلك وياخدك في صفه ياكل عقلي مين؟ ياكل عقلي مين؟ انا عنطر الشندويلي محدش ياكل عقلي وبعدين مين السبب اللي احنا فيدي كلكم؟ مش يا رشوان بيه؟ عايز ياكل كم الف ان ايه على الولية اللي اسمها الشراح ديه انهم احنا نقرم ايه؟ خمسة وعشرين مليون جن اشرب اشرب ياخوان عاجبك الكلام ده؟ ما تقول حاجة يا اخي جراء يا رشوان جراء عنطر هو احنا جاين نتخانق ولا جاين نشوف حل المصيبة اللي احنا فيها دي؟ انا قلت اللي عندي عشان متقولوش ايه ان انا بلعب من وراكم يا عزام هنخلص من المصيبة دي ازاي؟ يا عنطر هو مش البشاك كبير رمى الموضوع في حجرك انت وقالك اتصرف ما تتصرف يا عنطر شوف هنعمل ايه علشان نخرج من الورطة اللي احنا فيها دي؟ والله لا بقول يعني ان اتصل بعلب ايه ونقوله ونشوف يعني رأيه ايه؟ ايه؟ شاكدتم يعني؟ خلاص يا عنطر خلاص اتصل انت بعادلي وبلغوا بطلبات حربي وشوف هيقولك ايه؟